اشتركوا في القناة نبتدي نقلق ونبتدي نهتم كمان بالمبادرات اللي بتتكلم عن الفساد أو اللي بتحاول أنها توصل لحلول القضاء على مشكلة الفساد مش بس في مصر طبعا بس في العالم العربي كله خلونا نتكلم عن الملتقى العالمي لمكافحة الفساد اللي بتعمل لأول مرة في الأردن آخر الشهر ده هيبقى يوم 24 و 25 من ضفنا اللي بيشرفنا في السوديو مدير الملتقى دكتور إياد التكروري نهرك سعيد يا فندي سبعة الخير بداية كده أنا عايزة أعرف حال الفساد في العالم العربي إيه يعني هل إحنا حالنا صعب قوي يعني مصر المياه الأردن كام دايبس تديني البداية بحب أشكركم على استضعفتي وشكرا اللي سمحتونا أن نتحدث عن الملتقى العالمي وكافحة الفساد وبحب البداية أتمنى لمصر وشعب مصر مستقبل مزهر ومشرق يا رب حقيقة يعني الفساد هي ظاهرة عالمية وموجودة في كل الدول في الشي دولة تخلو من الفساد المقاييس تختلف وفيه مقاييس عالمية مثل منظمة الشفافية العالمية تدرس موضوع الفساد في الدول وبتقيم الدول حسب هذه الوضعها الدول العربية للأسف تبدأ من رقم 30 يعني إحنا كليتنا مش أفضل بكتير من بعض لكن بالتأكيد فيه مستقبل وفيه إمكانية أنه نتطور ونتحسن وعننا ما يدفع لذلك يعني من تاريخ وعادات وأخلاق ودين اللي كل بتحض على مكافحة الفساد يعني الأردن بقى ترتيبها كم؟ الأردن تقريبا 50 50 ده يعني أحسن من 100 يعني كل ما قربنا بفهم بس يعني معنا كده نسبة الفساد أقل نعم كل ما قل الرقم بيكون الترتيب أعلى في مكافحة الفساد نحن يكون معنا كمان شوية خريطة فيها كمان توزيع الفساد نشاهدت العددات أو إمتى بستوزيع الفساد على مستوى العالم العربي بس هل معنا كده أنه العالم العربي كله مشكلة الفساد فيه بتتغير بتزيد بتقل؟ وله حقيقة الواضح أنه مع الوقت يعني هون الخريطة زي ما بتظهر كل ما زاد اللون الأحمر الداكن يزداد الفساد واللون الأصفر هي الدول التي يقل فيها الفساد ومعظم الدول العربية زي ما بتلاحظي بين اللون البرتقالي والأحمر والأحمر الداكن جدا والأمور في تحسن يعني إذا منلاحظ إذا منقارن بالسنوات السابقة الأمور في تحسن في دول بدأ يصحر فيها مبادرات وخطوات يتحسن فيها الفساد من ضمنها مثلا المغرب من ضمنها عدد من دول الخليج العربي يتحسن فيها وبتغير اللون اللون بخف باللون بخف مع الوقت طب أنا أتكلم عن الملتقى العالمي لمكافحة الفساد اللي هيبقى بيقام في دورته الأولى في الأردن يوم 24 و 25 أريد أن أعرف تفاصيل أريد أن أعرف من المشاركين أريد أن أعرف إيه الهدف منه أريد أن أتحكي لي حقيقة الملتقى هو إجاهة كمبادرة من مجموعة من المختصين في هذا المجال بالشراكة مع جهات دولية معتمدة في موضوع ومتخصصة في موضوع مكافحة الفساد فالملتقى من أهدافه الرئيسية أولا طبعا تعريف المفاهيم الخاطئة المتعلقة في موضوع الفساد وكون الفساد هو العدو الأول للتنمية والاستدامة وعمليات الإصلاح هذا من جانب من جانب ثاني كمان يهدف إلى أن يكون المنبر لجميع الجهات المحاور التي تعمل في مجال الفساد ومن جانب ثالث حتى يستطيعوا تبادل خبرات والمعارف في مجال مكافحة الفساد وكيفية إجرائها وتكوين شبكة من العلاقات بين الخبراء في كافة المجالات من مجالات جميع الجهات الملتقى مقسم إلى ست محاور رئيسية المحاور الرئيسية في البداية تشمل دال لوجو بتاع أيوة بالضبط دال لوجو بتاع الملتقى وإن شاء الله سيعقد دوريا يعني كل سنة تقريبا في نفس المعاد وكل سنة سيكون في دولة من الدول ونأمل أنه إن شاء الله قريبا يكون في مصر يعني إن شاء الله قريبا يكون في مصر فالملتقى مقسم إلى ست محاور رئيسية هذه المحاور الرئيسية بتغطي تقريبا كافة الجهات أو الأطراف التي لها علاقة في موضوع مكافحة الفساد المحور الأول بتحدث عن المشرعون والتشريعات ومعروف أن المشرعون والتشريعات هم خط الدفاع الأول فبدون وجود تشريعات قوية قادرة على مكافحة الفساد لا يمكن مكافحته طبعا وسيتحدث المشاركون عن كيفية إعداد القوانين التحديات التي يواجهها في هذه القوانين كما سيتحدث عن كيفية موافقة هذه القوانين مع الاتفاقيات الدولية والعالمية زي اتفاقيات الأمم المتحدة وإلى آخرين المحور الثاني وهو محور الأكاديميين والتعليم وهذا مقسوم لقسمين رئيسيين القسم الأول بتعلق بالتعليم التقليدي الذي يشمل مدارس والجامعات والقسم الثاني للمتخصصين الهيئات والمعاهد المتخصصة في مجال إعداد الخبراء في مجال مكافحة الفساد فالقسم الأول سيتحدث المشاركون عن كيفية إعداد المناهج للجامعات لإدخال موضوع مكافحة الفساد كذلك للمدارس لأنه أيضا ضروري أن ندخلها هذا الجانب والجانب الثاني اللي هو كيفية إعداد الخبراء وكيف يعني فيه من الشركاء الرئيسيين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد للمقرها فيينا كيفية تنقل خبرتهم ومعارفهم لمساعدة دولنا في إعداد خبراء في هذا المجال المحور الثالث اللي بتعلق بهيئات المجتمع المدني وزي ما بنعرف يعني الفساد موجود فيه كل الدول ما حدش يقول أن المؤسسة ما فيهيش فساد حتى مجتمع المدني فيه بعض المؤسسات فيها فساد بتأكيد يعني يعني في الأساسات المجتمع المدني راح يتحدثوا عن التحديات اللي بتواجههم في مكافحة الفساد كيفية الكشف عنه ومتابعته القوانين اللي بعض الأحيان بتساعد أو بتحد من عملهم وأيضا راح يتحدثوا عن المؤسسات الدولية والفساد في مؤسسات الدولية هذا المحور الثالث هذا المحور الثالث فهما ثلاث محور هم ستة ستة آه ناخد كمان دقيقتين المحور الرابع هو لمؤسسات القطاع الخاص والقطاع الخاص نحن يعني عارفين الآن الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بنمر فيها فالقطاع الخاص أمامه تحدي كبير جدا في أنه كيفية الالتزام بالقرارات والقوانين والتشريعات اللي صدرت خاصة بعد انهيار عدد كبير من الشركات الكبرى في العالم هذا من جانب وكيفية تحقيق الربح والمبيعات وإلى آخره فبالتالي القطاع الخاص أمامه تحدي كبير في الخروج بسياسات الحكم الرشيدة اللي بالنهاية بتسعى لتحفظ حقوق كافة الأطراف حقوق الموظفين والعاملين في هذه الشركات حقوق المساهمين اللي لهم في هذه الشركات والزبائن والعالم ككل يعني شركات هي مكان عمل ومكان رزق للجميع هذا المحور الرابع الخامس هو محوركم محور الآلام صوت السلطة الرابعة والحقيقة يعني الإعلام بيلعب دور كبير جدا في موضوع مكافحة الفساد ففي مجموعة من الفساد وحن بيلعب دور لتأكيد الفساد وانتشار الفساد بشكل مختلف يعني نعم بس بيكافح يعني نعم يعني هو في الإعلام له عدة أدوار طبعا في عليه واجبات ومسؤوليات وإلى حقوق فالمشاركين في هذه الجلسة رح يتحدثوا عن حقوق الإعلاميين بحيث يعني كيف الحصول على المعلومة كيفية متابعة الكشف عن الفساد متابعة قضايا الفساد والنشر والأمور هاي والأمور القانونية اللي بتتعلق في هذا الموضوع هذا جانب ورح يتحدث عن مسؤوليات وواجبات الإعلام من ماجبت التوعية والتثقيف في موضوع مكافحة الفساد والأمور هاي فالإعلام السلطة الرابعة مهم جدا وعليه ثقل كبير حقيقة المحور السادس والأخير هو محور الحكومات طبعا إذا منطلع على الإحصائيات زي ما تفرجنا وشوفنا الإحصائيات تتحكي أنه من 6 إلى 25% من الناتج القومي للدول يأكله الفساد نحكي عن رقم كبير جدا فبالتالي الحكومات عليها واجب كبير في الحفاظ على مقدرات الدولة وعن مكافحة الفساد وأمور هاي وهذا المحور سيتحدث فيه اللي هي جهات مكافحة الفساد الهيئات المختلفة الموجودة في الدول المختلفة لمكافحة الفساد عن الطرق اللي بيتبعوها والأسليب والنتائجهم في الحفاظ على المال العام وفي مكافحة الفساد وفي استعادة الأصول واستعادة الأموال المسروقة لما يكون طبعا في قضايا بالاتفاق وبالتعاون مع الجهات الدولية والمؤسسات الدولية ومؤسسات زي منظمات الأمم المتحدة وغيرها فهي المحاور الرئيسية الستة اللي رح يتحدث عنها الملتقة ومنعتقد أنه هاي هي كافة المحاور اللي عادة تعمل في مجال الفساد وتساعد في القضاء على الفساد وتخفيفه نحن معنا مجموعة من الصور كمان الكاريكاتورات اللي حضرتك اللي موجودة على الموقع بتاعك وبتاع الملتقة نعم بس أنا أريد أن أفهم مين العملها ولا إيه فكرة يعني إيه الفكرة أن تحطوا كاريكاتورة على الملتقة والله حقيقة يعني جزء من في جهات كتير دعمتنا وفي شباب كتير بساعدونا وبدعمونا فمن ضمنهم مثلا رح تشوفوا فيديو عاملين استفتاء بالشارع بسألوا ما رأيكم بالفساد دعوا على الموقع مش هنا في الحلقة هتشوفوا على الموقع أين مع الموقع وأيضا في شباب زي هذول الشباب ربيع وعميد كذبين أسمين تحتهم هذول في رسمين كاريكاتور في إشي من هذه الرسومات مونشورة في الجرائد وفي شيء معمول إلنا يعني معمول للملتقة كليتها يعني طبعا في فيسبوك وفي تويتر وفي لينكتين وحقيقة يعني أحب أن الناس يفوتوا ويشوفوا ويضعوا رأيهم ويسمعوا أدور فين لو أنا أريد أن أوصل للموقع بتاعكم يعني الويب سايت بتاعكم اسمه ايه anticorruptionforum.net anticorruptionforum.net والفيسبوك anticorruptionforum برضو التويتر اللي هو الأحرف الأولى world anticorruption W.A.F.C W.A.F.C at W.A.F.C at W.A.F.C W.A.F.C تمام من المشاركين في الملتقة مشاركين تقريبا العدد الآن قارب 250 من حوال أربعين دولة ويشملوا كافة المحاول التي تحدثنا عنها في عنا مشرعين من البرلمانات العربية ودولية في عنا من هيئات المجتمع المدني جمعيات مكافحة الإنسان أو حقوق الإنسان عفوا في عنا من الإعلام إعلاميين خبراء ومتخصصين في مجال الإعلام ومن ضمنهم من مصر عدد لا بأس به في عنا من شركات مدراء عام من شركات مدراء تنفيذيين من بنوك من شركات أدوية من شركات اتصالات إلى آخره في من هيئات مكافحة الفساد من الدول العالم فأنت بتحكي عن مجموعة كبيرة متنوعة ومن تقريبا من قارب العربين دولة الموجودين بالناس اللي عايش في العرب العربي وهتكلم عن تجربة مصر لما بنتكلم عن ملتقة لمكافحة الفساد بقولها نوعد وهنتكلم وهنتكلم ومش هيحصل حاجة بس هل فيه مثلا هيبقى فيه في الملتقة نمازج للناس فعلا قدر تكافح الفساد يعني هو فعلا بيتكافح وبينجحوا ولا احنا بس نقض نتكلم وبنحس ان احنا مش لوحدنا في الدنيا لا والله ان شاء الله انه راح يكون فيه أمثلة جيدة يعني مثلا رئيسيك مكافحة الفساد من البرازيل راح يكون موجود وهذا واحد من البرازيل واحد من الدول اللي نجحت البرازيل عندها تجربة حقيقي نجحة اي نعم واستطاعوا ينتقلوا من دولة ديونها بمئات المليارات الى دولة فيها فائد في الميزانية بسبب مكافحة الفساد ونجاحهم في هذا الموضوع فبتأكيد راح يكون فيه أمثلة جيدة وان شاء الله بنأمل من خلال الملتاك نخرج بمبادرات فعلية وعملية من ضمنها مثلا العمل على إنشاء شبكة للشركات ذات الاخلاقية العالية يعني واحدة من الشركاء اللي هي المجموعة الأوروبية لأخلاقيات الأعمال فبنأمل نخرج بشيء شبيه والإعلاميين كمان نأمل أن نخرج بمجموعة من الخبراء اللي يتحدثوا عن مواضيع مثلا التدريب على الصحافة الاستخصائية عن واجبات الصحافة المسؤوليات العاملين في الإعلام فحاليا المجموعات هذه المحاور بدوا العمل فعليا أنهم يخرجوا بخطوات تطبق على الأرض إن شاء الله متوقع عني بإيه المخرجات أنهي لهذا الملتقى هل هي بقى فيها تعمل كل سنة في بلد مختلف هل بحيث أنه من سنة لسنة نبقى نتابع مؤشرات أو نسبة الفساد في العالم العربي هل هيبقى فيه أساينمينت للمشاركين يعني الفكرة إيه المخرجات اللي هنطلع بيها من هذا الملتقى وبالتأكيد لازم نخرج بمخرجات عملية قابلة للتطبيق هلا واحد من أهم المخرجات إنه نعرف الناس في بعض يكون فينا شبكة من المهتمين في هذا المجال وبالتالي بإمكانهم يعرفوا أنا إذا بدي مثلا خبير في مجال الإعلام من وين أحصل على المعلومة كيف أحصل على المعلومة إذا بدي أبني مثلا برنامج أدخل منهاج المدارس عن مكافحة الفساد أو كيف في الجامعة فهي فرصة للطلاقي ولأنهم يعرفوا بعض هذا جانب والجانب الثاني أيضا أنه المبادرات هاي اللي حكينا عنها اللي هي البداية أنه مثلا التركيز على تدريب العاملين في مجال الإعلام عن الصحاف الاستقصائي والآخري تأسيس مجموعة للشركات ذات الأخلاقيات يعني هاي كلها خطوات بسيطة لكن كلها بتصب في نفس الاتجاه يعني المسئولية على الجميع كل واحد في مجال اختصاص وكل واحد في مجال عمله عليه مسئولية وعليه واجب اتجاه مكافحة الفساد فبالتالي هاي فرصة أنهم يعني يعني نساعدهم بأنهم فعلا ينشئوا شيء ويأسسوه شيء ويكون في اتصال بخبرة حضرتك في قضايا الفساد أو في مكافحة الفساد حيك تفكر أن العالم العربي يقدر خلال وقت قصير فعلا يتخلص من الفساد إذا كان فساد إداري أو فساد مالي أو يعني يقدر نوصل لإنجازات في وقت قصير لأنه يعني نعدم الفساد مية بالمية مستحيل هي قافة الهدف منها إن شاء الله أن نقللها قدر الإمكان ويعني يصير أي شخص يفكر في هذا الموضوع يفكر بدل المرة عشرة قبل أن يقدم على أي شيء فهذا جانب اللي حاصل حقيقة أنه يعني الربيع العربي هو نتاج الفساد يعني إذا تحدثنا ضد هذا الفساد بالتأكيد فإنه في خطوات ملموسة الآن يعني الآن في خطوات ملموسة وبالتالي إن شاء الله أنه تكون النتائج أسرع من الدول التانية ففي طريقين يعني طريق الثورة أو أنه الطريق اللي هي الطريق أنه خطوات محسوبة ومدروسة لمكافحة الفساد وبالتالي أنا أعتقد أنه معظم دول الوطن العربي إن شاء الله تكون مصر منهم الآن على الخطوة الأولى لتحقيق ذلك وإذا فعلا يتم بناء نظام قوي وسيستم يعني مبني على مكافحة الفساد سنوصل بخطوات سريعة إن شاء الله لموضوع مكافحة الفساد فوات قصير قصدي يعني مثلا نموذج البرازيل عم قدروا يعملوا تغير حقيقي في خلال 8 سنين تقريبا تقريبا 10 سنوات 10 سنوات استطاعوا أنهم يبنوا نظام كامل لمكافحة الفساد ونجح ونجح فساد أقل نسبة الفساد أقلت بكتير هل نستطيع في خلال وإحنا دولنا زي دول وهم مش أفضل منا يعني إحنا عنا العقول وعنا المعرفة وضعف لذلك عنا الأخلاق والأديان كلها تحض على العمل الشريف وعلى الكسب الحلال وعلى طبعا الحفاظ على المال العام وإلى آخرين بالتوفيق في الملتقة دكتور إياد وأكيد هنبقى بانتبع مع حضراتكم المخرجات بتاعة الملتقة ونشوف ونتوصلوا للحاجات ملموسة إن شاء الله نقدر العالم العربي كله يشتغل عليها لكي نقضي على ظاهرة الفساد دكتور إياد التكروري مدير الملتقة العالمي لمكافحة الفساد بشكر حديك شكرا جزيلا ومرسي على وجودك معنا في البرنامج شكرا جزيلا وإن شاء الله نيجي المرات الجاية تكون قافة الفساد وقاربت على الانتهاء يا رب إن شاء الله شكرا شكرا لسه نكمل فقراتنا وبعد الفاصل هنتكلم عن مشكلة التعليم هي برضو فيها شوية فساد بس نحن نتكلم عن جزء التعليمي والعلم من العملية التعليمية بمناسبة خلاص دخول المدارس مبارح دخل الدولي والأسبوع اللي جاي هده دخول القطاع الخاص والحكومي توفيق للطلبة كلهم وصباح الفول استنونا بعد الفاصل